هل سهم الإعلام المرئي على سبيل التحديد في هذا التوجه الجديد؟ الإعلام الجديد نعم بس مش الإعلام الجديد لوحده الإعلام الجديد مع الجيل اللي هو The Generation لو تصورنا إن إحنا عندنا الجيل القديم اللي هم عنده 70 و 80 سنة في أمريكا 68% منهم عندهم تأييد لما قامت به إسرائيل في غزة الناس اللي تولدوا بعد الحرب العالمية الثانية اللي بيسموهم بيبي بومر دول نفس الإحشائية حوالي 70-80% الجيل اللي هو The Generation X ده عنده 63% الزي The Generation Z اللي هو من الناس اللي تولدوا من سنة 80 فما فوق حوالي 48% فقط بيؤيدوا ما قامت به إسرائيل معنا كده نحن عندنا تقريباً النص أي ما بين الفئة الأعلى اللي هم الكبار السن وصغار السن لو ده بيسموها أحياناً بيسموها المتغير الـ Interaction Variable اللي هو لما تربط ده مع وسائل التواصل الحديثة وعدم ارتباط السوشيال ميديا رغم أن هي الفيسبوك وغيره مرتبطين أيضاً ببعض جهات الضغط وبعض المصالح لكن هناك ليست بنفس القسوة ونفس درجة الجمود اللي موجودة في السيئة نانا أو موجودة في الفوكس ميوز فبالتالي كل واحد حر يعبر عن رأيه هذا التفاعل بين عنصر الشباب من ناحية ووسائل التواصل الاجتماعي من ناحية قد تكون غيرت من اتجاهات الرأي العام يعني هذه المعرفة الجديدة هذه المعرفة الجديدة يعني نتيجة متغيرات في العالم وحدها لا ممكن ماذا نضيف لها العلم ومناخ الجامعات الأمريكية اللي موجودة حالياً والقضية اللي موجودة بشكل عام والتي سمحت بظهور اتجاهات رأي عام وتنوح فاحنا عندنا قضية إنسانية عادلة مع وسائل التواصل غير تقليدية مع جيل أكثر يعني أكثر الناس مظاهرة أو اعتراضاً هم الموجودين في الخمس جامعات الكبرى في الولايات المتحدة اللي هم أكثر تعليماً وأكثر قدرة على التفكير السليم إنجاز هذا التعليم فحنا عندنا عشان كده لن نعول كثيراً على فكرة العامل الواحد في حسم أي قطير حتى وسائل الإعلام لما ظهرت هنا في الولايات المتحدة قاسوا العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام من ناحية وبين التأييد العمل التي تقوم به إسرائيل أعمال العسكرية فوجدوا أن التعرض المرتفع ده 43% مؤيدين في مقابل 56 معارضين التعرض المتوسط 37 التعرض المنخفط 27 مش ده الفرق اللي احنا ممكن نتكلم عليه اللي هو تحدثه وسائل حياناً بتكون وسائل الإعلام تأثيراتها تخيلية وفي أذهاننا أكثر من لو كانت وسائل الإعلام هي المحدد لأي حاجة كانت سهل جداً تشتري وسائل الإعلام وتنفيذها لكن هي ضمن متغير واحد من من عشرة خمستاشر متغير لتحديد اتجاه الفرد نحو أي قضية بس وسائل الإعلام دكتور بتمتلك وسيلة جيدة جداً جداً وهي الصورة الصورة السريعة جداً التي تنتقل في دقائق تأثرها للإعلام أي للإخبار ولكن ليست لتكوين الأراء تكوين الأراء يعني الصورة الصعبة جداً الآتية الآن من الأراضي الفلسطينية غزة وامتدادها ألا تؤثر في توجهات الرأي العام العالمي حتى حسب الإطار اللي حضرك حطتي فيها الإطار حضرك حطها في إطار إيه؟ إنهما ده دفاع ما هو ده في سنة 98-99 لما حصلت الأزمة الأخلاقية بتاعت بيل كلينتون وجدوا حاجة غريبة جداً أن رغم تركيز وسائل الإعلام الأمريكية في الوقت ده في هذا الوقت أو في هذا التوقيت على الفساد الأخلاقي للرئيس وكاذبه وغير وعلاقته بمونيكا اليونسكي وغير ذلك لكن وجدوا أن استطلاعات الرأي العام أشارت إلى أن شعبيته ارتفعت إلى درجة لم يسبق إليها أي رئيس أمريكي في الوقت فكان السؤال لماذا؟ لماذا؟ وجدوا أن هذا الموضوع التقييم الأخلاقي الجمهور بصلوا من أن الرئيس الأمريكي مدام بيفعل هذا وعنده الرفاهية أنه يعمل هذه الأشياء يبقى اقتصادنا قوي فحطت الفريم فيه أنه ده انعكاس لأداء اقتصاد قوي وأن الرئيس لدرجة أن الرئيس بيفكر في شأن الحكم بيفكر بحاجة التفع الإطار الفريم اللي أنت حطيت فيها الفكرة الأساسية بتاعتك فأنت لما حطيت الإطار حتى القضية الأخلاقية الفزدة لما حطتها في توظيف أن هذا انعكاس لرفاهية الشعب الأمريكي ورفاهية الرئيس الذي واسق من اقتصاده وأنه يعمل هذا فكان رد الفعل أنه ارتفعت شعبيته بدلا من أن تقل والغاية دلوقتي شعبيته لم يتجاوز أحد في أثناء هذا الموضوع فالصورة نتفق على أن الصورة بألف كلمة كما يقول الصينيون لكنها حسب الإطار الذي توضع فيه الصورة فالإطار اللي هي بيسموها بقى الأهداف الخفية وسائل الإعلام كيف وضعت هذه الصورة كيف وضعت ما هو الرئيس الأمريكي في بداية الأزمة قال أنه رأيته بنفسي بعض الصور لقطع بعض الرقاب وأن الفلسطينيين بيحطوا الأولاد عشان حواجز بشرية وهذا لم يحدث فهذا لم يحدث فإحنا عشان نقدر نتكلم عن هذا وسائل الإعلام لها تأثير ولكن ليس لها التأثير وإلا كان أسهل حاجة لدى أي ناس أنها تنشي قناة وتكون دولة لكنها ليس شرطا كافيا وليس حقيقة وافية ولكنها تحتاج إلى عوامل أخرى تساعد وتحسن من أداء وسائل الإعلام في هذا الموضوع